اشتركوا في القناة اشتركوا في جميع المجالات السؤال التي يطرح عند الناس اللي ما شاء الله يهم تقولك هنا راقيت واحدة مجموعة دي الكتوب دي الكلمية الداتية وحسيت بالتغيير ولكن السؤال اللي بريد نجي هنا واش هل قراءة هذ الكتوب يعني دي الكلمية الداتية كافية باش نطوره داتنا او باش يطور ذلك الشخص هنا واحد نقطة نكونون فهمين يعني راقراءة الكتوب دي الكلمية الداتية او خطوة جيدة يعني لأي شخص يعني بيمشيه في المجال او في الرحلة دياله ديال تطور الشخصية ولكن ليست كافية بوحدة يعني باش نحقق هنا واحد تطوير اللي هو نعطيكم مثلا مثلا هنا كتاب من الكتوب ديال اللي ديال توني روبينس اللي تتكلم عن لعجه يعني وكيفاشه ونغطاته ندير الكتاب اللي هو قيد مزيلا نقرأ هنستبد منه الكتير ولكتير ولكن هاد الخطوات اللي استبد واشن تبقل من العرض الواقع لكن هاد الخطوات اللي كين هو حد خطوات اللي هي امريكية محضة لكن انا تنعيش في المغرب وبيئة ديالي مختلفة السلوكية ديالي مختلفة الامكانية ديالي مختلفة الخدرات ديالي مختلفة هذا اللي يعني بانه يضعي في الله يعني كيفاش أنا هذا اللي كونتوني امريكان مع اللي كونتوني ماروكان يعني مع الحياة ديالي مريم هذا هدي نقطة من النقات مثلا كتاب آخر مثلا كي قلت لكم الكتاب الكتاب يعني ديال ستيبن كوفي كيفاش أنا نحل المشاكل بوحد طريقة اللي هي إبداعية مزيلا نقرأ تأتينا أفكار ولكن امتى تتبع نتيجة ديال الكتاب والقراءة ديال الكتاب والتغيير هو من تنطحط مواقف اللي هي حية الواقع وتنحل المشكين دوك هدو نقاط مهمة جدا جدا هنا أو تاني قراءة الكتاب مهمة جدا تتساعدك باش تطور نفسك باش تولي تنطق حضا باش تكتب سأتضم تكون دك نبوي الكتابة باريزومبل أنا الحمد لله وخونا الله سبحانه وتعالى اللي كتبنا من الكتاب اللي هالكتاب اللي صارت من 4 سنين كتاب قيم جدا هو تتكلم تفوق دراسي مراه اللي طبع مراه جاكتاب هو قيم جدا وخاص غير اكسيجين طالب وكين كتب أخرى اللي تنحطهم احنا في امازون دونك رأى أهمية قراءة ديال الكتب ديالتنمية رأى شيء اللي ورائع علاش حيث بالطراجة اللولة تنحصله على واحد المعرفة معرفة اللي هي كبيرة وكتيرة وهذا الوقت هو ديال المعرفة وديال المعلومات تيكون عندي واعي دونك كذلك تتعطيني إلهام والتحفيز يعني تنقرأ قصص نجاح وآفكار يعني ديال الناس خرين تن تحفز من خلال أفراد للآخرين دونك هنا في رحلة ديالهم ونحاول نستطيع الواقع ديالي ولكن رأى ليست كافية بوحدة لاش حيث خاصة تطبيق العمالي وهي شيء عشي الأهمية ديال الدورة التدريبية حيث القراءة تقدم لك المعرفة أي قراءة تقدم لك معرفة نظرية لكن تطبيق العمالي هو اللي تخلي الشخص هاد المعرفة مفيدة له أخدام عليه يعني فعال بوحد الشكل هو فعال دونك إلا كنت أنا كشخص قريت وكانت عندي القدرة باش نتبق يعني لك شيء اللي قريت في حياتي اليومية كون على يقين تبالي النتائج شيئا فشيئا النتائج من موسى عندك الكتوب مهمة جدا جدا تتحصل بها الدعم وعلى الإرشاد ولكن بيتن عود ندير مع مدرب أو مرشيد دونك إنا تيكون عنده واحد تأتي اللي هو كبير يعني تنقدم وحل تندي كوتشين بحسوني أو كوتشين لايف كوتشين يعني تنسع الشخص باش يتغلب على التحديات خاصة بي يعني دونك اللي متى تكونش مذكورة في الكتوب مثلا بنتن قرأ كتاب في النفس هذا أمر مهم ومن ثم تتكلم عن التقاف النفس مزيان هنا نقرأ الكتاب كيف تنصب التقاف النفس وأنه أسباب قلة التقاف النفس مزيان ولكن رابش تنحصن عنه التقاف النفس هي في المواقف والأحداث التي تبقى عرية يعني في طيلة الأيام ديالي وكيف تنحصن تحتهم دونك هنا ممكن تنكتس بديك التقاف النفس حيث رأيش بسرق قراءة كتاب وصف هذه حصل على المجموع هذه الأشياء وفي الغرب تتحصل على المعلومات حيث لماذا؟ حيث التجارب العملية حيث التعلم خلال تجربة تعلم خلال الممارسة وهذه الممارسة تتكون يومية فهي تتساعدني باش نطور المهارات بشكل وأعمق بكثير فأفضل من القراءة بوحدة حيث نقول لكم قراءة لها مفيدة عندنا كذلك حيث نتكلم على التنمية الداتية ونقطة مهمة واساسية تترك نمشاكية في حياتنا في الوسط العائلية في الوسط يعني تتعامل يشتغصي ذاتي بينفسك في الوسط المهاني يعني في المجتمع اللي هي تواصل مع الآخرين حيث لا تتواصل مع الآخرين بوحد شكل جيد كل علي خلال نتعلم من تجرب يعني ومتكو عندي التواصل تتكو عندي القدرة باش نشارك مع ناس خلين في دورة ورش العامل في ندوات يعني وهذو تتوفر لي واحد القرصة باش نتفاعل نتعلم يعني مع الآخرين لهذا رام خلال الناس اللي تقول بولا قرية كتوب مزيان ديل واحد تقييم يعني واش تقدم شكل مستمر واش مخيلة باش تعدل الخطة والأهداف هنا علاش بنيتي هذو الخطة والأهداف اقصي كل الواقع اقصي كل العامل لهذا الكتوب باختصار تتوفر ارشادات عامة مع علومة عامة ولكن تقييم شخصي هو اللي تمكن باش نتقدم أكثر وأكثر لهذا اخواتي اخواتي كرام اخواتي اخواتي اتنمية الداتية او تدريب راه مو في لأي واحد باش انترق من الحياة داله ويستمر وهدي عن جربة شخصية وتجربة عن دكتور بوهو وتجربة عن مجموعة الأطقاص اللي داروا معنا دورات وتكونوا فعلا ومشوا وحسوا بوح التقدم اللي كي في الحياة داله اخواتي كرام اي سؤال احنا منتظر اسئلة دالكم